تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبي أوروبا اللي بتيجيكم مني أنا محمد عوان بالتعاون مع صفحة اليوفنتوس على إنستغرام وتويتر لو سألت أي شخص عن أصعب موقف ممكن ينحط فيه مدرب كرة قدم حيقول لك ببساطة أنه يقعد المدرب يحظر ربما أيام وفي أول دقيقة يطلق هدف وهنا يصير في اهتزاز بثقة الفريق اللي يطلقى الهدف وثقة مضاعفة للخصن تقول له فيه أصعب من ذلك حيقول لك آه فيه أصعب إنه الهدف هذا اللي قلت لك عنه في الدقيقة الأولى يجي بخطأ السادج هنا اللاعبين بفقدوا الثقة ببعضهم البعض فبتقول له والله هذا كثير صعب بقولك بس فيه شغلة أصعب بكثير إنه يطلقى في كل شوط هدف في الدقيقة الأولى هون بصير المهمة جدا صعبة وهذا اللي صار مع اليوفي اللي تلقى هدف في الدقيقة الأولى في كل شوط اليوفي اللي فيشل في اختبار الثقة اليوم عشان نكون صارحين تشل في اختبار الأداء عشان نكون صرحين لكن خرج بأقل الأضرار بخسارة 2 واحد أنا بعتبرها بشكل أو بآخر تعتبر أقرب للتعادل السلبي لأنه واحد لا شيء بأهلك في لقاء الإياب هنحكي بتفاصيل أكثر عن هذا اللقاء لكن بعد ما تشتركوا بقناة سيلفي سبورت الأكثر تنموا عن بحيث أشكال وأفكار المحتوى على اليوتيوب ونبدأ بعد قليل يوفينتوس بورتو اللي 2 دخلوا بنفس الخطة 4-4-2 مفاجأة واحدة في يوفي كوليس فيسكي عم بيبدأ بدل موراتا في المقابل بورتو بتشكلته المتوقع الهدف الأول اللي جاء باللقاء أعتقد أنه رسم مسار كل اللقاء تقريبا هدف جاء بخطأ السادج من اليوفي هذا الخطأ كثير أرعب لعيدة اليوفي شوط أول كامل ولا لاعب عم بيستعدي غامر بتمريرة يحاول يضرب فيه دفاع بورتو الجميع خائف أنه يتلقى هدف ثاني يكون بمثابة قاتل ويكون أيضا بخطأ وبنفس الوقت بورتو ذهب إلى مناطق راحته عاد للدفاع وأصبح ينتظر اليوفي بكل هدوء ما عاد مستعجل وما عاد بدل قرة ولما كان يسلب القرة كان بيعرف كيف يتصرف فيها تراجع بفتك الكرة بارتد عليهم على الأطراب بشكل سريع هذا واضح هذه الحالة خلت اليوفي يدخل بشوط كأنه ملعبوش تماما شوط الأول يعني أول شبه فرصة كانت بعد ربع ساعة بتزديد ضربة في مدافع والفرصة الأولى كانت في الدقيقة 40 أو 41 والفرصة الحقية ربما جاءت بالدقيقة 45 وجميع ذلك كان من ضربات ثابتة اليوفي ما قدر فعليا يدخل الكرة لصندوق بورتو بيلعبة عادية أبدا خلال الشوط الأول عد ستان لليوفي نتيجة عدة أسباب ضغط ممتاز من بورتو بشكل عالي واضح بورتو اللي كان كثير يركز على تشيزني عارف إنه ما بيعرف يلعب كرة طويلة فبالتالي بيرهن إنه يخطأ ويفتك ويرتد بالكرة الطويلة اللي بيلعبها تشيزني بورتو كان عم بيضغط دائما على الأطراف بحيث رجعوا الكرة لتشيزني هناك زيدوا الضغط الأطراف دائما بتلقى عليها اثنين عم بيضغطوا عليهم يمنعوهم يطلعوا الكرة للأمان الكرة بس تروح لتشيزني بقت ممتاز من بورتو خلى اليوفي دائما عاجز عن الصعود خلى اليوفي دائما متردد ومرتبك عشان ما يتكرر الهدف الأول وساعد بورتو على ذلك مستوى بنتانكور اللي خارج تماما من اللقاء بعد خطأه الأول بنتانكور اللي خلينا نحكي ببساطة اليوم لما تتكلم عن فريق بلعب بمحورين لأنه 4-4-2 واحد منهم خارج ذهنيا بضليلك واحد كأنك بتلعب بنصف خط وسط كان في نجاح كبير لبورتو في هذه المسألة ضغط على بنتانكور دائما عم بيخسر الكرة وعم تجي خليسميها كوابيس اللي صار معاه في الهدف الأول ولما كان اليوفي يقدر يصعد بالكرة بورتو أيضا كان عم بياخد شكل دفاعي جدا ممتاز خطين دفاع عم بيرجعوا وعشرة لاعبين بما فيهم ماريا عم برجع والفريق هون كان عم بيسكر العمق تماما ممنوع المحور يمر للهجوء وممنوع الوسط أو الدفاع لو يقدر يوصل الكرة لعمق المنطقة الجزاء دائما الأوبشن الوحيد المتاح اليوفي يوصل الكرة لأليكساندرو ودانيلو بيدراك واضح من مدرب بورتو انه هذا الفريق أظهرته هدول الاثنين ضعيفين من حيث الإبداع ضعيفين من حيث المهارة حاليا من حيث الأداء وبالتالي يخلي محهم الكرة الكرة ما بيتخوف زيادة عددية كبيرة لبورتو في مناطقه ضغط وحركية دائما في خط وسطه هذا الشي كان دائما مخلي بورتو يمسيطر على الإقاب واللي ساعد بورتو يحتوي هذا الضغط انه ما كان فريق عنده استراتيجية دفاعية بس لكان عنده استراتيجية هجومية صراحة الفريق أول ما يفتك الكرة برسل الكرة لأطراف مهارات عالية عند أجنحته وعند أظهرته فمنشوفهم عب ينطلقوا بمهارة فردية رهيبة يعاني فيها اليوفي ويوصلوا الكرة دائما لمشارف الثلث الأخير لليوفي وهذا كان يخفف الضغط على قط دفاعهم ذهنيا وبدنيا فيرجعوا ياخدوا نفسهم لعنما يرجع اليوفي يقرب بالكرة أعتقد ساعة أولى خلت جمهور اليوفي يتساءل انه يا أخي ليش هذا الفريق صارت مع فيورنتينا صارت مع الانتر والآن كادت أن تكون مع بورتو وبالنتيجة كبيرة أيضا وتخرج اليوفي لكن ما صارت اليوم بس هذه مسألة فقدان الذاكرة فقدان الوعي في الملعب صارت متكررة أكثر من مرة مع بير وصارت مقلقة ولما عملت فيديو تكلمت عن نواحي إيجابية باليوفي وقلت واحدة من أهم الأشياء اللي هاز بتصير نتأكد أنه حالات فقدان الوعي هاي اللي بتصيب الفريق ما ترجع اليومي بالناحية الهجومية ساعة بورتو شفنا عم بسقط ماكيني دائما بين الخطوط بالعمق والعمق يمسكر تماما فماكيني بتجي الكرة إذا إيجته بمنطقة غير فعالة كيازة بعض الأحيان كان عم يدخل العمق أيضا لكن بلا فائدة وعلى الأطراف كان عم بيستعجل كثير وما بيستنى أي مساندة من دانيلو عشان يحاول يضرب الطرف اللي هو فيه لكن كان مستعجل وهذا الشيء خلى المهمة تقريبا نزهة لبورتو أول ساعة في اللقاء ومن أهم الأمور اللي خلت بورتو أفضل في هذا اللقاء بعيدا عن اللي تكلمنا عنه من تنظيم دفاعي وحركية مستمرة بسألت المواجهات الواحد لواحد الفردية في النواحة الدفاعية يعني أول ساعة في اللقاء اللي كان تقريبا نفيش في يوفينتوس سبعين بالمئة من مواجهات الواحد لواحد لما لاعب يوفي يحاول يراوغ يخسرها لعب اليوفي سبعين بالمئة افتكاك بورتو للكرة بنجاح في المقابل افتكاك يوفينتوس للكرة كان 40-45% شو معناه؟ معناها بورتو قادر بكل هجمة يعمل لك بلبلة يعمل لك مشكلة يرجعك لوراك يخلق لك فوضى وهذا الشي كان واضح كل خط دفاع خل بطاقات صفراء هذا الشي كان واضح اليوفي عم بيعاني عشان يرجع كرة اليوفي عم بيعاني عشان يفتكي الكرة عم بيستهلك نفسه بيمشي الوقت وبورتو دائما قادر ينطلب ويوفي دائما مش قادر يرجع كرته بالنسبة لي هي اساس انتصار بورتو اليوم اليوفي تماما كان مش قادر ايجارهم من هذه الناحية ومكتماما كانت هذه الناحية محبطة لقيله هجوميا مقلقة لقيله مدفاعيا فخلته اشبه بفريق عم بيحاول ينجو باقل الخسائر بورتو قدم مباراة مثالية حتى لما صارت نسفر ولما حس اليوفي حاول يتجرع عليه لما هو حاول يرجع رجع بورتو استلم كرة وصعد وسدد اكثر من اليوفي كان بده الوقت يمشي وكل شي كان تمام ببورتو الا هفو واحدة حالي شرحه بعد شوي بورتو اليوم كان مرتاح جدا لمستوى انه شفنا هو اللي عم بيبادر بالتبديل الهيجومي قبل بيرلو كونستشاو عم بيستخدم تبديل لويس دياز بيك اوكتافيو يعني عم بيتجرع اكثر قبل اليوفي اليوفي عمل تبديل واحد كثير ساعده ان يطلع باقل الخسائر اللي هو طبعا نزول موراتا لما نزل موراتا صار فيه رأس حربي ثابت في الصندوق هذا اول شيء ثانيا رونالدو تحرر بشكل اوضح وصار يتحرك اكثر ومنعرف رونالدو لما يطلع بالحقه مدافع او اثنين من بورتو هذا كان كويس بس دائما في عندك لعب بصدو هذا اول ايجابية لموجود موراتا ثانيا اليوفي مع الضغط العالي اللي اكتلمنا عنه لبورتو صار يحاول يلعب كرات طويلة صار عنده محطتين يحاول لهم موراتا ورونالدو وليس رونالدو لوحده وهذا الشيء كان يوزع مراكز تركيز تاعة بورتو الدفاعية نجحت اكثر من مرة فكرة الصعود بالكرة العالية دائما في لعب بالصندوق معناها العرضيات صارت شوي اخطر وفعليا من واحدة منهم وبتمويه من موراتا جاء الهدف صحيح موراتا اهدر انفرادي اخرى لكن نزور عارض الملعب حسن شكل الفريق هجوميا وهذا الشيء مش مستغرب على اللي حضر ليو بهذا الموسم طيب انا اقول لكم بدي احكي لكم عن هفوة وحيدة لبورتو هفوة وحيدة لبورتو اللي هي اصابتنا كلها انا كمشجع لليوبي بعد ما شفت النتيجة 2-0 وشفت الاداء اخر شيء انا استسلم يعني قعدت وقلت هلا بانزل الفيديو وبتبدأ التعليقات زعلان ووجهك حزين ووجهك تعبان والكلام هذا واليوبي وبين عليك الزعل والتعليقات اللي انا حفوضها عن غير بس اعتقد هذه الحالة حالة الاعتقاد ان اليوبي انتهى اليوبي استسلم هي غلطة بورتو الوحيدة غلطة بورتو الوحيدة انه سهى لمدة ثلاث دقائق كان ممكن يضيع الفوز هدف وانفراده كان ممكن فعليا يخسر اتجاه اللقاءة تماما اياك تعتقد ان حسمة المنظرة قبل ما تخلص تسعين دقيقة درس كل الناس تعرفوا كرته القدر الا بورتو لمدة دقيق 2-3 لانه فعليا اليوبي اوحى بانه لا عودة لا روح لا ردة فعل هنا كان خطأ فعليا اللي صار من بورتو فقط خطأ خلل نتيجة 2-1 والنتيجة اللي دائما بكررها وحكيت عنها في بداية انا بعتبرها بتشبه التعادل السلبي لانه 1-0 باهلك و 1-1 بطلعك بساطة جدا لوصلنا لنهاية هاي الحلقة كنت معكم انا محمد عوال موجود فيسبوك تويتر انستغرام وضروري جدا اتابعوني على قناة سيروبي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة 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 شكرا